أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة تكسيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقاومة سياحية عديدة وخلال اجتماع مع وزير السياحة تابع مدبولي عدداً من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية كما شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج وكذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم التحادل لها